طبعا تعمدنا ان احنا نحط الفيلر ده او التقرير الصغير بصوت زي مننا العزيز فيصل زيدان لانه الحقيقة انا مستاء جدا يعني بالي كم يوم مستاء انا عالفكرة انا بانقل صلاح فنية واقول انه ما كانش كويس وانه ما قداش وانه المباراة دي ما كانش موفق فيها طبعا ده حقي يعني عادي يعني وبانقل صلاح لما بيعملش حوارات مع القنوات المصرية المرسلين اللي موجودين هناك ده حقي لكن انا اقلل من قيمة محمد صلاح ده مش حق اي حد ان انا ابص على العالم كله ولا ايه بيشيد وناس غضبانة انه ما خدش احسن لعيف في العالم ومثار جدل وناس تقول اه وناس تقول لأ واحد من ضمن افضل تلات لعبين في العالم في العالم في العالم تلات مرات بقول اهو وبنيجي في الاخر نتكلم على صلاح وناس يقول المدارب يغيره والمدارب يقعاده يغير مين تمالك انت لما تبقى المدارب حضرتك تبقى تحط التشكيل اه اللي على مزاجك او لما اطلع لنا حد من المستظرفين عندنا مستظرفين كتير دلوقتي ما بقى فيه دلوقتي شيء جديد يعني اسمه المستظرفين المستظرفين اه المستهبلين اه والله عندنا كده مستهبلين ايه احلى المستهبلين يعني عيب عيب بمعنى عيب يعني اولا فيه مدرب وفيه مدير وفيه مدير فني وفيه جهاز فني وفيه اه فرق والناس دي اضرب مصلحتها هم اللي بيسيروا هم اللي بيدوروا هم اللي بيديروا هم اللي عارفين الصحم الغلط اولا كمان مجرد وجود محمد صلاح في الملعب هو ضغط نفسي على المنافس دائما وابدا لانه ممكن صلاح ما يكونش موفق ممكن يعني ما تبقاش اه 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 لحظاته او دقيقه او مباراته لكنه في ثاني يجيب جون زي غنيا بيساو او يعمل جون زي ما عملها العمر السلية بس طلعت فوق العرضة او يعمل ازعاج زي ما بيعمل كده على طول يعني الناس دي انا هسألها اذا ربنا اكرمنا بامر الله سبحانه وتعالى وكان صلاح سببا في صعودنا الى اه الدور اه ربع النهائي هيبقى موقفهم ايه عارف هم اقول ناس لك وش احنا قلنا قلنا صلاح دا ما يسيبش المرعب هم هم ما عندهمش دم خلي بالك ما عندهمش راحت الدم دا ما عندهمش منه اي ريحة ولا شكل فالحقيقة اه ايه بقت ظاهرة جديدة وهيبقى ترند وريت ومتابعة ومش عارف ايه شفت كم واحد اتفرق شفت كم واحد دخل اه عقب شفت كم اذا كانت هتمشي كده مشوها كده اذا كان كل ما ربنا سبحانه وتعالى يبعت لنا حد كل فترة اه اه يبقى هو الايقونة بتاع المنتخب وحنفضل بقى نقطع في فروته ونخلص عليه انتوا احرار يا اخي اقول انه ما كانش كويس انه ما تحركش كويس انه ما تشارش كويس انه ما ظهرش بمستوى انه ما ساعدش فرقته انه عنده احسن من كده انه لابد انه يكون اقوى انه لابد انه يسجل كل دا اقوله وولو زيمن تاعيس